موسيقى موسيقى سعيد أن يكتب اسمي إلى جانب كوكبة من المبدعين في المشهد الإعلامي سواء على المستوى الوطني أو الجهوي الذين أثتوا هذه النسخة الثانية من جائزة الوطنية للصحف والإعلام لوذنون سعيد أكثر أن يقترن المتواضع بدورة تحمل اسم الراحل محمد الغضف الده وسعيد أكثر أن أكون وهذا هو موضوع العمل سعيد أن أكون قد عرفت ولو بنظر يسير عن النهضة التي تعرفها الصحراء المغربية على مختلف الأصعداء وفي مختلف المجالات التنموية أولا الجائزة المرتبطة بالصحفيين هنا بجهة قرنين موادنون هي جائزة متميزة جدا على الاعتبار أنها تخص الصحفيين وتخص كذلك الناشئين على درب الصحافة من تلاميذ هذا شيء مميز جدا ويدفع بالشباب إلى تبني هذه الصحافة كمنهج حياتي مهني هذا شيء مهم جدا ولكن المعايير التي تم اعتمادها هي معايير لا تختلف عن معايير التي يتم اعتبارها على مستوى حتى المصابقات الدولية من حيث المهنية وكذلك الجانب مرتبط بأخلاقية منه لأنه مهم كذلك قد يسقطه من الاعتبار كثير من الذين يمكنهم أن يسائلوا أداء الصحافة المسألة الثانية هو أنه نحن لا نفرق على المستوى المحلي أو الجهوي بين المعايير فهذه المعايير هي دولية وتم التواضع عليها وبالتالي لا يمكن أنه ميز ليسا هناك صحفيين على درجتين أو ثلاث درجات أو أربع درجات الصحفي وصحفي إن كان مراسلا أو كان يشتغلوا بالقطعة أو كان صحفيا خاصا وبالتالي نفس المعايير تنطبق عليه وقد آنسنا فيما قدما من أعمال جملة المعايير المهمة جدا والتي يمكن القول من خلالها إن هناك شبابا أصبح ممسكا إلى حد ما بأدوات المهنية ويشتغلوا بها في إطار تنافسية طبعا اتضح اليوم وجهها الجليل لأنها تؤدينا إلى مخالجات مهمة جدا وهذا في جانبه أقول تحفيزي ويمكن من خلاله رفع الخبر المحلي أو الجهوي إلى واجهة الوطني أو حتى إلى واجهة الدولة أحيانا لما تكون هناك قضايا معينة فرسل الأولويات على هذا المساوى المهم للصحفة الجهوية وقد آنسنا كذلك في الأعمال المرشحة جزءا من هذا التبني وهذا الطرح الأساسي فيمكن القول إن هناك قاعدة لتبني صحافة يمكنها أن تساهم في التنمية المستدامة وهذا من أساس الإعلام أنها يساهم كذلك في النهوض بالتنمية سواء كانت محلية جهوية أو وطنية نعمدا تم تلتويج نادي الإعلام بالمؤسسة بالجائزة الأولى في صنف الروفلطاج الصحفي وبالمناسبة أود أن أشكر السادة الأساتذة أعضاء المشرفين على النادي الإعلام وكذا التلاميذ المنخارطين كما أشكر السيد المدير الإقليمي والسيد المدير الأكاديمي الجاوي الطربي والتكوين على الدعم المتواصل الذي يقدمونه للمؤسسة اشتركوا في القناة